وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران تطال ثمانية عشر بنكاً معاللة الإجراء بالصلاحيات المتاحة لها بموجة بأمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا العام وطبقاً للأمر الرئاسي يعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً له العقوبات تزيد من العزلة الفعلية لإيران عن النظام المالي العالمي وتقطع الصلاة القانونية القليلة المتبقية لديها إلا أنها استثنت وفق وزارة الخزانة الأمريكية المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني من مواد غذائية ومستلزمات ومعدات طبية وفي أول رد على العقوبات الجديدة اعتبرت تهران على اللسان وزير خارجيتها أن الإجراءات الأمريكية تستهدف ما تبقى لدى إيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء على حد قوله العقوبات شملت كل القطاع المالي الإيراني في القائمة السوداء وأمهلت الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الثمانية عشر بنكا إيرانيا شهرا ونصف الشهر لإنهاء عملياتها قبل مواجهة ما يسمى بالعقوبات الثانوية وفي وقت تضيق الخيارات أمام تهران تبدو الولايات المتحدة ماضية في نهج العقوبات حتى تتراجع إيران عن سياسة دعم الأنشطة الإرهابية حول العالم ترجمة نانسي قنقر